السلام عليكم وعلى ما عدنا كل يوم سبت في فيديو جديد لتعليم الرسم اول حاجة يتعلم عن النهاردة ازاي نرسم منطقة الحجب زي ما انتو شايفين ببتدي احط القلم اعلى منطقة الحجب وببتدي اشوف هل هو جاي بشكل مستقيم ولا بشكل مائلي بالنسبة لمنطقة العين نفس الموضوع بس بحدد الاماكن الخارجية الخاصة بالعين وابتدي اشد خط مستقيم او خط مائلي حسب الزوايا اللي موجودة عندي لانه هو ده اللي بيفرق معايا جدا في الرسم زي ما انتو عارفين انا كل اسبوع ببتدي انوى في ادوات الرسم النهاردة بتديت اني ارسم واظلل بالوان الميكوب زي ما انتو شايفين كده ببتدي ارسم منطقة الحجب طبعا الالوان الخفيفة بتكون مش واضحة قوي في الرسم بس ببتدي اني اتقلها شوية بشوية بالالوان اللي عندي علشان تظهر اكتر زي ما انتو شايفين ببتدي اظلل المنطقة اللي اسفل الحجب واحدد منطقة العين طبعا الزلة عندي بيوضح حيات كتيرة جدا في الرسم وبالنسبة لمنطقة الجبهة ببتدي برضو اني اخلط الالوان على بعضها لو تلاحظوا ان انا بستخدم اكتر من لون علشان يظهر عندي في الرسم بعد كده ببتدي اني استخدم القلم الرصاص واحدد منطقة العين زي ما انتم شايفين كده وبالنسبة للعين التانية برضو بارتسمها بالقلم الرصاص علشان تتحدد عندي اكتر زي ما انتم شايفين كده ببتدي اوزع درجة على درجات العين وبتدي احدد بالقلم الرصاص عندي بالنسبة للناس اللي بتخاف انها تغامر علشان فاكرة ان الوان الميكا مش هينفع ان هي تتمسح لو في عندها اي خطأ لأ هي تتمسح عايزة جدا ما فيش فيها اي مشكلة خالص عايزاكم تاخدوا قوي بالكم من تفاصيل العين لانها اللي بتميز الشخص عندي فيه حد تتعرفه من عينيه الملامح دي مهمة جدا بتفاصيلها بكل حاجة فيها عايز اكلمكم عن حاجة تانية لو حابين تستخدموا الوان الفحم مع الوان الميكاوب في مشكلة واجهتني وانا برسم ان الوان الفحم مش هتقبل اندماج مع الوان الميكاوب يعني لازم امسح الاول الوان الميكاوب علشان ابتدي ارسم بالوان الفحم انا حابة اشكر كل الناس اللي دعموني واشتركوا في قناتي اتمنى الفيديو النهاردة كنا الاعجابكم استنوني الاسبوع اللي جاي بنصايح جديدة لو عجبكم الفيديو اضغطوا على كلمة سبسكرايب اسفل فيديو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة